هون عبتكرر النفط أول شيء وين بتحط الأساس الفيول كثيرة هي المهن والأعمال التي تكيف معها السوريون في المناطق المحررة مع بداية الثورة والذي لم يفلح النظام بمختلف وسائله القمعية من إيقاف دعمهم وتعييدهم للثورة فمن قطع للرواتب إلى الضرب والاعتقال القصف والتدمير لم تنل كل هذه الوسائل من إرادة السوريين في مطلبهم للحرية والكرامة بل دفع العديد منهم لابتداء مهن وأعمال كانت بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم في سبيل تأمين مصدر دائم للرزق تقرير موقع أورينت نت اليوم صلت الضوء على عدد من المهن وبدأها بالصرافة حيث تكاثرت محلات الصراف بشكل كبير في الآمنة الأخيرة بعد أن أصبح سعر صرف الليرة أمام الدولار والعملات الأخرى يتفاوت يوما بارتفاعه وآخر بانخفاضه مهنة أخرى خلقتها حاجة السوريون ربما تعد إحدى أخطر المهن وهي مهنة تكرير النفط الخام واستخراج المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز وغيرها لبيعها في السوق المحلي كمن تعشت في المناطق المحررة مهنة جديدة كانت حكرا على أناس معينين ومرتبطين بأجهزة النظام ويعملون تحت مظلتهم ورعايتهم مهنة التهريب وبالرغم من المخاطر والأضرار التي يتسبب بها التهريب من غلاء فاحش بأسعار المواد التي يتم تهريبها كما لاجأ عدد من الشباب والشابات للعمل في مخيمات اللجوء أو في منظمات تعنى بشؤون المناطق المحررة سواء في التعليم أو توزيع الإعانات سواء للنازحين أو أبناء المناطق المحررة قد يكون المزارع الأكثر تضررا بين كافة فئات المجتمع في المناطق المحررة فمن ارتفاع الوقود إلى ارتفاع تكلفة المواد التي يقوم بشرائها من سماد إلى بذار وغيرها زد على ذلك هجر عدد من المزارعين أراضيهم بسبب غياب الدعم لهم من أي جهة كانت ترجمة نانسي قنقر